مرحبا بكم معايا من جديد في قناتكم وقناتي La Cuisine de Maryam إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال الوصفة التاليو هي عبارة عن طورتة أو قطو الطبقات بحشو لذيذة بالبزف والمنعشة أكيد نوجدها معكم بكريمة الليمون أو البرتقال يعني فاكهة الموسم وبثمن اقتصادي بالبزف بلما نطول عليكم نخليكم مع المقادر والطريقة التحضير وفرجة ممتعة أول حاجة اللي نبدو بها في هذا التحضير يعني نبدو بلاجين واسكي معنا بنا راكوا تشوفوا أنا كنت حضرتها ديجا راح نحتعلكم في صندوق الوصف الرابي تتاحها دون كي يلتبهت بسي هذا اللي جاني موايا قطعتها بالموس وهذا اللي جاني هذا التمال الدويرة هذي اللي جاني في بالانصف راح نديرها في الوسط سوف تشوفوا الطريقة باش ما نحتاجوش ن يعني ما نرموش بزفتة لشوت هادوك هنا در تصفي تلت طبقات دونك نولو الكريمة تعال الليمون الكريم و سيتران نحتاجو نصف كستاع الجو دو سيتران و كستاع كريم شانتيية كما راكوا تشوفوا أنا بدأت من نصف كستاع الجو هذا القارس باش نشوف على حسب الكريم شانتيية لما قطعتها ما عرفت اسكو مليحة بالخفو تطلعلي ولا لا لا رايح ننضيفها أفيرها موزور إلي لقيتها بزف شداروها بزف أفيرها موزور نضيف لها شوية ما باش ما دينيش تخصي سيكري تمام ما دينيش تخصي أسيد هنا انفوط لات الكريم بتاعي و فيكون يكون في علمكم ضفت لها قصة ربع كستاع الماء باش كم يطلع تلي كامل و هنا بدأت نشرب في الطبقة طبقة الأولى شربتها بيانا جينواز بسيرو كستاع 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 و جو تالسيطرن دير تربع هاكذا طبقة ثانية تانيت رحن شربها بيان بل سيرو هادك و سيطرن كو لحا جهنايا فيها لغو دو سيطرن كي مالا جينواز كي مال سيطرن كي مال لكي مال لكي مال لكي مال نكمل ثانية نشربتها نضيف كي مال لجينواز أدرتها بل كوت citron عمرتها موارف كبير تاع زست citron و اليون دير الخل درت القارس جو de citron جت تطني جينواز خفيفة يعني و هيلة أنا درت نكريم لكوش تالكريم زيت لا ثانية كوش تالجينواز شربتها ثانية بطبع بيان كنت قادر ندير ثانية فاكية فاكية ايضا في الكرام جوز جمعه شوية لوس كونكاسي ايضا انا فضلت نديرها نخليها هكا سامبل غير لغو دو سيترون انا هنا كملت باش يكون في العالم انا كنت يتلولت على الكرام بشانتية ما كفتني حتى زلعت نفس الكرامية وهنا انفل الشوت هذو خليتهم رجعتهم من الكوشة خليتهم يتحمرون وفتتهم هكا وضفتهم نقص كاساتي الكوكاو كونكاسي وحمصه في الكوشة ايضا هنا اتبعت كامل طرف هكذا كما راكو تشوفوا هذه اللاكخان اللي رح نديرها في الوسط هنا نقص كاساتي نقص كاساتي نقص كاساتي ونقص كاساتي وضفتهم مغرفة كارامل وضفت مغرفة كهوة ميزينة رحت للفرن ونحرك بالتحرك المستمر ونقص كاساتي وليس لتعلم علتك مغرفة كارس أو اللون كما راكو تشوفوه ونقص كثير نقص كبير فررتها و بالخفية تجمد تعطينا إنكونسيستانس وممام لغو إكسترا أوردنير وتما ما ضفناه ني البيض ني ما يزينا ني والو الفلون هادا كمدلها كامل لغو اللي نحوسوا عليه مع اللاروم اللي قد لكم عليه تا سيدرون وبيان انتم اللغو اللي تحبوه وانا قدرت أتزين هذا تاعي الخفيف يعني وسمبل وهذا في الطبق التقديم نقدم لكم الشكل النهائي نتمنى أنها تكون نالة إعجابكم هذه الطرطة وما تبخلونيش يعني ما تبخلوش عليا بتعليقاتكم كذلك بلايكاتكم خليتلكم الراحة وإلى فيديو آخر إن شاء الله دونك هادو ما راكو تشوفو ديسالي خلتو حتيتو مع السهرة نوفيلون سهرنا بيهوم هكذا وغسرنا جانونا الضياف وغسرنا ومامتان جبتنا الوقت مع السهرة ومامتان جانونا بيهوم هكذا وغسرنا نشاء الله نتقاس ما معكم شكرا